بسم الله الرحمن الرحيم احنا وعدنا حضراتكم نتكلم النهاردة عن موضوع التقييم بالمشروعات في السنوات من التالت الابتدائي الى التالت الاعدادي يمكن من المفيد في الاول ان احنا نذكر ان فيه طرق مختلفة للتقييم التقييم عموما علم كبير فيه طبعا الاختبارات التقليدية التحريرية اللي كلنا عارفينها وكلنا متعودين عليها فيه طبعا في حتة اخرى بنعمل اختبارات شفاوية احيانا او اختبار عملي زي التعليم الفني او اختبارات عن طريق مشروعات المشروعات دي بتبقى شكل اخر من اشكال التقييم بتتعمل علشان اسباب كتير احنا في الحالة اللي احنا فيها اخترنا نعمل تقييم بالمشروعات مش العنوان اللي هو الغاء الامتحانات احنا ما الغناش حاجة احنا استبدلنا طريقة التقييم من الامتحانات التحريرية طبعا ما داش نعملها عشان الظروف اللي احنا فيها ده واحد من الاسباب اللي خلتنا نروح للمشروعات السبب التاني ان ده نظام تقييم تعليميا ممتاز لانه بيقيس حاجات غير اللي بيقيسها الاختبار التحريري الاختبار التحريري بيقيس في خلال وقت محدد ساعتين او ساعتين ونص قدرة معينة على استرجاع بعض الامور المشروع بتعمل في فترة اطول بتعمل في اربع او خمس اسابيع وبيقيس حاجات تانية بيشجع قوي على العمل الجماعي على الاعتماد على النفس التعلم الذاتي البحث الممنهج تحليل وربط الموضوعات التعاون بين افراد الفريق طريقة العرض طريقة صياغة الافكار مهارات تانية بيقسها ما بتبقاش بينا في الامتحان الساعتين المحدد فتعالوا مع بعض نشوف ده بتعمل ازاي الفرق بين الاختبارات التحريرية والمشروعات جوهري في عملية التصحيح الاختبارات اللي كلنا متعودين عليها فيها اجابة نموذجية بنبقى حافظينها عارفين الاجابة دي صحة ولا غلط المشروع مش كده ما فيهوش صحة وغلط فيه حاجة كويسة وحاجة احسن وحاجة احسن منها كمان ففيه درجات انما ما فيهوش اجابة واحدة مالوش اجابة واحدة احنا بنسأل حد يقول لنا رأيه مثلا في تعامل دولة زي مصر مع الكورونا بالمقارنة مع تلات اربع دول كمان فلازم نجيب احصائيات نجيب ارقام نجيب القرارات اللي انتخذتها الدول ونقرنهم ببعض ونعمل مقارنة ونستنتج نقول رأينا هنا بقى ده ما فيهوش صحة وغلط لو عشر مجموعات خدوة يتلعوا عشر حاجات غير بعض كلهم كويسين بس فيهم درجات في العمق في عمق المعالجة وكده فانتفق ان ده ما فيهوش اجابة نموذجية بيتقاس ازاي هو له هيكل المشروع بيبقى له هيكل هقول لكم بعد شوية هقول لكم هنصلحه ازاي او هنحكم عليه ازاي بس تعالوا نروح للحاجات الاساسية في الاول يعني من تلتة ابتدائي لتلتة اعدادي مع مراعاة فروق السن احنا وعيين جدا لان الطفل اللي عنده في تلتة ابتدائي هنطلب منه حاجة على قد هذا العمر غير اللي هنطلبها من اللي في تلتة اعدادي بعد ما قلنا كده اهم نقطة نعرفها دلوقتي انه لكل سنة دراسية من تلتة ابتدائي لتلتة اعدادي الطالب او الطالبة هيعملوا مشروع واحد للمرور الى السنة الاعلى وليس مشروع في كل مادة اللي كان بيكتب على الانترنت بقى لنا اسبوعين ثلاثة كله الحقيقة جانب الصواب يعني بعيد قوي عن الحقيقة وكلها نوع من التوقعات فعشان كده دايما بنقول لكم ما تستمعوش اليها لحد ما نقول لكم الطالب في رابعة ابتدائي في خمسة ابتدائي في اعدادي في كل السنوات دي هيعمل مشروع واحد للتخرج من هذه السنة تعالوا ناخد مشروع نموذج عشان نتخيل احنا مثلا هنعمل ايه تخيلوا ان احنا في مثلا نقول لأعدادي في مشروع عنوانه ايه اثر المناخ في حياتنا مثلا فاحنا تحت هذا العنوان هنسأل بعض الاسئلة اللي اجابتها مستوحى من المواد المختلفة يعني مثلا نقول ايه لو هنربط بالرياضيات فانقول اجمع بعض الارقام الاحصائية مثلا المعبرة عن نسبة التلوث واثارها في الكرة الارضية ولما تجيب الارقام دي حطها لنا في صورة شكل بياني وطبق ده على مصر مثلا فهنا لازم اروح ادور على المعلومات دي في حاجة زي المكتبة الرقمية اللي احنا خلناها موجودة او في كتب او في كتب الكتاب المدرسة في اي مصدر متاح اليك ممكن نسأل تحت نفس الانوان لو اثر المناخ في حياتنا تخيل انك في رحلة نيلية مثلا من اسوان لضمياط ايه الاقاليم المناخية اللي عديت عليها اثناء الرحلة دي الاجابة على السؤال ده هنلاقيها لو دخلنا في الكتاب بتاع المدرسة وهنلاقيها لو دخلنا في المكتبة الرقمية موجودة بصور غير بعض ممكن احنا كفريق بقى نصيغ الرد على السؤال من خلال المراجع اللي لقناها مثلا نتخيل ان احنا في رحلة للفضاء الخارجي بقى مش رحلة في النيل ايه نسب الغازات الموجودة في الغلاف الجوي واثر زيادة غاز ثاني اكسيد الكربون على حياتنا مثلا دي برضو نروح للمراجع هنلاقي ده احنا اللي هنصيغه بقى في الآخر فده مثل بسيط وهيبقى فيه امثلة تانية ممكن يبقى فيه مشروع زي ده عن دورة المياه المياه ازاي بتتبخر وبتعمل سحب والسحب دي بتكسف وبتعمل امطار وحاجات كده وازاي تتكون الانهار وبتصب في المحيطات موضوع تاني الطالب هيجيله لو احنا في اي سنة دراسية من السنوات ما بين تلتة بتدائي وتلتة دادي هيجيله لستة فيها اربع او خمس مشروعات يختاروا واحد منه فمش بس هيبقى عنده مشروع واحد مفروض عليه لا هيبقى عنده اختيار من اربع او خمس اختيارات هيختاروا واحد ويشكل مجموعة ويشتغلوا عليه الهيكل بتاع المشروع اللي هيقدمه لنا هيكون هنديه لكم طبعا مع المشروع صورة للهيكل ده تمشي عليها نكتب العنوان نختار عنوان للمشروع اللي هنقدمه ونكتب الأرقام التعريفية أو الكودز بتاعتنا كطلبة مش أسامينة زي رقم الجلوس كده نكتب كود الطالب وبعدين نكتب مقدمة بسيطة أو ملخص للمشروع اللي هنقدمه تحتها جسم المشروع اللي هو فيه الردود بقى على الأسئلة اللي احنا دتلكوا نموذج منها دي عناصر البحث يعني أو عناصر المشروع وقدين النتائج أو الملاحظات اللي احنا اكتشفناها كفريق يعني وفي الآخر مهمة قوي المراجع اللي استندنا إليها لما نذكر حاجة في أي إجابة عن الأسئلة دي نكتب جبناها منين دي لقناها على المكتبة الرقمية دي جبناها من الكتاب اللي اسمه كذا أو جبناها من الموقع اللي اسمه كذا الفكرة هنا مش إن أنا لقي حاجة أخدها كوبي وروح منزلها عملاها بيست مش الفكرة كده فكرة إن احنا نفكر مع بعض كفريق ونقول رأينا الجماعي بلغتنا نصيغه نعتمد على المراجع مش ننقل المراجع نتعلم منها ونعبر عن رؤيتنا للمشروع طبعا أي حد سمعنا ممكن يسأل ودلف تالتة ابتدائي هيرف يعمل كده يعرف لما السؤال يبقى أبسط والشكل هيبقى أبسط لبتاعة تالتة ابتدائي عن بتاعة تالتة أعدادي طبعا فهتلاقوا فرق في المشاريع بيراعي الفئة العمرية ولكن بزور إن هو يشتغل في مجموعة ويدور على المعلومة ويربط الرياضيات بالعلوم بالدراسات الاجتماعية ممكن نتعلمه من وإحنا صغيرين إحنا يوم الحد 5 إبريل إن شاء الله هنزل على موقعنا وعلى موقع الوزارة وعلى كل المواقع فيديو توضيحي لمثال من ده ناخده من الألف للياء يعني نتخيل إن إحنا بنحله مع بعض وإزاي هندور في المكتبة الرقمية وإزاي هناخد المعلومة وهنصغها عشان ترتاحوا أكتر للفكر يوم الخميس 9 إبريل هنعلن جدول المشروعات جدول المشروعات اللي هو هيبقى السنة الدراسية قدامها خمس مشاريع مثلا اللي هنختار منه السنة تالتة ابتدائي بعدين رابعة وبعدين خمسة وستة كده الجدول ده هننشره على موقع الوزارة طبعا وعلى السوشال ميديا وهننشره كمان مطبوعا في الجرائد القومية يعني الجرائد القومية هيبقى فيها نفس المشروعات والتمبلت أو المسطرة اللي هنكتب بيها العناصر المشروع السؤال طبعا الناس كتير بتسألوا طب أنا لو ما عنديش إنترنت إحنا ما ذكرناش الإنترنت في الموضوع لحد اللوقتي هو الفكرة كلها سؤال ومراجع وهنجمع المعلومات ونكتب تقرير لو أنا عندي إنترنت أقدر أدخل على المنصة اللي هتبقى في المدرسة هلاقي عليها المشاريع لو ماكنش عندي الحاجة دي ممكن أخدها من الجرائد القومية بس لو أنا عندي إنترنت ممكن أدخل كمان على المكتبة الرقمية اللي هي أهم حاجة تهمنا في الوصول إلى الإنترنت عشان كده احنا كمان عاملين حسابنا نشتغل مجموعات ممكن واحد بس من الخمسة يقدر يخش على المكتبة ويدخلوا معاه ويجيبوا المعلومة ويشتغلوا عليها فأي واحد بالخمسة مش لازم كل الخمسة لو الخمسة كلهم عندهمش إنترنت برضو مافيش مشكلة هنلاقي المشروع وهنلاقي الإرشادات هنشتغل عليها مراجعنا هتكون كتب المدرسة وأي كتب أقدر أشتريها من المكتبات العامة زي ما كنا بنعمل بحث طول عمرنا قبل الإنترنت أروح مكتبة وأخذ منها المصادر اللي تهمني في الموضوع ده فدول الفرق بين الاتنين اللي هيعملها على ورق هيكتبها بإيده أو حد من المجموعة يعني هيصيغها وهيقدمها لمدرسته ومدرسته هي اللي هتحملها على المنصة لكي تتواجد إلكترونيا إحنا عاوزين ليه الحلول تتواجد إلكترونيا وعملين منصات وكده عاملين منصات لأسباب كتير منها التواصل بين الطالب والمعلم وعليه الأمر وده مهم والوصول إلى المشروعات والنماذج والحوار بيننا والوصول أساسا للمكتبة الرقمية بس إحنا عاوزين في الآخر حتى لو تعمل ورق يبقى إلكتروني ليه لإحنا مش هنخلي معلم الفصل مش هو اللي هيصلح المشروع يعني اللي وضع المشروع هو الوزارة مش معلم الفصل والليست اللي هتنزل يوم تسع إبريل فيها خمس مشاريع لهذه السنوات الدراسية اللي هم سبع سنين يعني خمسة وتلاتين مشروع كل سنة لها خمسة هنختار منه إحنا عاوزين الإجابات الإلكترونية علشان نقدر نوزعها على معلمين مختلفين كل مشروع بيبص فيه من اتنين إلى تلاتة معلمين لأنه هو فيه تخصصات غير بعض فبيبصوا عليه بيدولوا كده مش نمر بس بيدولوا تقييم ده مقبول أو غير مقبول أهم نقطة نفتكرها أن المشروع اللي عملته الوزارة واللي هيصلحه ليس معلم الفصل معلم الفصل دوره إرشادي للطلبة بتوعه من خلال المنصة أو أنهم يتصلوا بيه بأي وسيلة يساعدهم يعلمهم فكرة البحث يسألوا إزاي نكتب الموضوع ده لو كانوا محتاجين رأيه أو يفهموا منه الموضوع نفسه فعشان كده بحاول أقول لكم أن الفكرة هنا مش ننخلي حد يعمل لنا المشروع والتعلم كله جاي من أن الولاد تعمل المشروع مفيش حاجة دي سنة نقل عادية خالص معظم السنوات دي سنوات نقل عادية مش محتاجة نقلق منها ولا أي حاجة إحنا مديين بدل الامتحان بتاع زمان اللي كان ساعتين وبنقض نحفظه بتاعه مديين خمس أسابيع عشان نقض كفريق مع بعض كتاب مفتوح وعندنا كل المصادر ونصيغ رأينا وكل أراء مقبولة الهيكل اللي أنا قلته هيبقى قصاده لما يتنشر لحضراتكو يوم 9 إبريل العناصر اللي إحنا هنبص عليها هنقول مثلا إحنا بندي يعني علامة صح على العنوان الجيد مثلا أو إن واحد التزم بعناصر المشروع أو إن الحتة الفوق المقدمة كتلاتة قل مثلا عن 100 كلمة أو النتائج لازم يكتبها صح أو المراجع لو كتب المراجع يبقى له علامة صح فيبقى فيه مثلا عشر عناصر لو عمل خمسة من العشرة مظبوط يبقى المشروع مقبول فأكتر من نص الخمسة أو ستة من العشرة المطلوبين فهو ما فيهوش حاجة تقلق ولا تخوف ولا فيه صح وغلط مطلق الفكرة إن إحنا بنتعلم إزاي نتكلم حواليه الموضوع نربط فيه كل نتعلمناه وفي نفس الوقت نستخدم مصادر ونفكر منهجيا ونشتغل مع بعض دي كل الفكرة الموعيد يعني الرسائل الهامة مشروع واحد لتخرج كل طالب من سنة إلى السنة الأعلى المشروع نتيجته هتكون مقبول أو غير مقبول ما فيش درجات بالأرقام وفي نفس الوقت يوم الأحد خمسة إبريل في فيديو توضيحي هيساعدكم جدا يوم الخميس تسعة إبريل هيكون الجدوى المنشور في كل حتة عشان تختاروا منه وتبدأوا إلى خمستاشر مايو عندكم من تسعة إبريل لحد خمستاشر مايو في جميع سنوات النقل وأبنائنا في الخارج يعملوا فيه هذه المشروعات وأعتقد تبقى موضوع إن شاء الله يمشي كويس بس ياريت بقى في ضوء اللي قلناه نتأكد إن ما فيش حد أبداً أبداً مضطر يستسلم لأي مخلوق بيطلب منه فلوس عشان يعملوا مشروع فيش حاجة زي كده خالص وعلمياً وأخلاقياً وتربوياً ده غلط فاحش مش حاجة اسمها لحد يعملينها المشروع منه ناشد أولياء الأمور يتأكدوا إن ولادهم يشرفوا بس إن ولادهم بيختاروا المجموعة وبيشتغلوا حتى يتكلموا معهم في المشروع ده جزء من التعلم كله إلا إني أدي المشروع لحد يعملهولي لو أنا بديل حد يعملهولي بقى أنا ما تعلمتش حاجة خالص المسألة مش محتاجة ده لإن إحنا يجيين نتعلم له سنوات فصلة ولا أي حاجة خالص فناخدها بهدوء شديد وأعتقد الولاد هيستمتعوا بيها بس يا ريت ما نستسلمش لأي حد بيدغط علينا ما فيش حد هيقدر يضغط علينا لأن التصميم بتاع المشروعات ما بيسمحش بهذا فإن شاء الله تمشي كويس وتبقى خطوة جيدة في طريق تطوير التعليم المصري وشكراً جزيلاً لإستماعكم